عقد محافظ القاهرة خالد عبد العالي اجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية لتوجهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير القاهرة الخدوية في المنطقة الواقعة بين ميداني التحرير والأوبرا مرورا بميداني طلعة حرب ومصطفى كامل ونقش الاجتماع كيفية تخصيص عدد من شوارع القاهرة للمشاتف فقط وتخصيص عدد آخر للمشاتف المساء وإعادة دراسة عرض الأرصفة وأثره على حركة السيارات ودراسة تعديل اتجاهات بعض شوارع وسط المدينة لمنع التكدس بالنسبة للمرور العابر بالمنطقة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور